موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاوكوا وساطير عاملين ايه يارب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله ويرجعنا تاني مع بعضينا بفيديو جديد في لعبة سكواب باسترز واساطير والنهاردة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلم عن حكاية هيتم نزولها في التحديث القادم وعن موعد السكواب اوب وفي نفس الوقت فيه اشياء تم تسريبها هنتكلم عنها فالفيديو بتاع النهاردة يا اخواتي هيكون اسطوري زيكم بالفعل والكل واحد متشوق للفيديو والتحديث القادم وعن التسريبات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو اخواتي متنسوش يا اساطير لايك على الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من مشاهدين اشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش عشان القناة بتاعتي هتفكوا بحاجات كتير وفي نفس الوقت متنسوش فعلوا زر الجرس عشان كل فيديو بنزله في القناة يجيلكوا اشعار بيه اول باول يا اساطير وخلونا نخش جيم ونبدأ في الموضوع على طول وخلينا نكون عارفين ان احنا في الاخر هنفتح مع بعضينا صندوق النجوم فهلا بينا يا اخواتي نخش على السريع عشان نشوف قصة الموضوع يلا اساطير وخلونا اول حاجة نتكلم فيها يا اخواتي هو عن بمعنى اصح كل اتحاجات او التحديثات او الاشياء اللي هيتم منزلها في خلال الشهر بتاع اكتوبر في لعبة سكواد باسترز فالصورة دي اللي زهرت قصاتكو زي ما احنا شايفين يوم واحد في الشهر نزل النيوباس ويوم اتناشر في الشهر هيكون الاسكواد قب ويوم تلاتاشر السنيك بيكس ويوم اربعتاشر نيو وورلد ايفنت يعني بمعنى اصح هيكون في حدث للمابة الجديدة زي ما احنا شايفين هيكون معانا من يوم اربعتاشر ليوم عشرين ويوم واحد وعشرين اسكواد ليج ريستارت يعني بمعنى اصح هيتم اعادة تعيين دوري الفرق فده الاشياء اللي هيتم منزلها في خلال الشهر دود دي اخواتي حاجات بنسبة 70-80% ان هي تتم ممكن حاجات تواريخها تختلف وممكن مفيش اي اختلاف يتم في اي تاريخ فخلينا نكون عارفين ان دي مش اشياء مؤكدة هي تسري باب برضو بس بنسبة كبيرة هتم بنسبة 70-80% فخلونا نشوف الموضوع اللي بعد منو ويلا بينا اساطير وتاني حاجة معنا اخواتي زي ما احنا شايفين دي صورة بتعرفنا عن التسكرة اللي كنا او الجواز اللي كنا بناخدها بمعنى اصح في السيزون لما بيتم اعادة تعيينه وزي ما احنا شايفين في القديم كنا بناخد سكن في الجديد اللي سكن موجود انا بكلمكو في الفري وكنا بناخد 25 ألف جلد قالوا بقوا 15 ألف جلد المتين تيكت زي مهمة السندوقين المضعفين في اتنين زي مهمة والتنين المضعفين في تلاتة زي مهمة وزي ما احنا شايفين كان بيجينا اموت جديد يعني اموجي جديد او تعبير جديد ده في القديم في الجديد اتلغى وكان بيجينا سندوقين شائع وسندوقين نادر وسندوقين استثنائي دول برضو اتلغوا البريميام كانوا بياخدوا فيه اسكن بمعنى اصح نادر ما بينزلش الا بعد فترة وهنا كان في الجديد بقوا اسكنين مش اسكنوا واحد زي ما احنا شايفين وكانت في القديمة بتاخد 700 تيكت في الجديدة بقيت بتاخد 400 تيكت كنت بتاخد شخصية 3 نجوم في الاتنين موجودين كنت بتاخد في القديمة 3 سنديق مضعف في 3 وسندوقين مضعف في 4 في الجديدة بتاخد 3 سنديق مضعف في 3 و 3 سنديق مضعف في 4 في القديمة كنت بتاخد ثلاث سنة دي نادر واربعة استثنائي طبعا اتغيرت بخمسمية من اقراص النجوم فالخمسمية دول هيفتحوا لك فتحة تلقائي على طول بمعنى صح خلونا نشوف الموضوع اللي بعد منه ويلا بينا اساطير وزي ما احنا شايفين اخواتي في الصورة دية كانت بولا بتتكلم في فيديو او في بس مباشر لها ويه كانت بتتكلم عن اشياء هيتم التحدث عنها او التكلم عنها في السكواد اب اللي جاي ويه كانت بتتكلم عن بعض التسريبات بتدي تلميحات لبعض الناس اللي بتلعب اللعبة فدي تسريب ان في شخصيات هيتم منزول المطلق ليها او الالتيمت يعني بمعنى اصح هيتم منزول الخمس نجوم لشخصيات تانية ما كانتش موجودة فيها في شخصيات نزل لها الخمس نجوم في التحديث اللي فات فالتحديث اللي جاي هيتم منزول الخمس نجوم او المطلق لشخصيات ملهاش اني ليها مطلق يعني بمعنى اصح هيتم منزول او فتح الخمس نجوم لشخصيات تانية ما كانتش مفتوحة لها فده تسريب مؤكد لان ده جاي من بولا اللي هي بمعنى اصح المتحدثة الرسمية لكل شيء عن لعبة سكواب باسترز فخلونا نشوف الموضوع اللي بعده ويلا بينا وهنا زي ما احنا شايفين برضا اخواتي بولا اتكلمت على الصفحة الرسمية بتاعتها وقالت زي ما انتو شايفين طبعا هي كانت بتتكلم بلغة زي اسبانية او لغة كده مش مفهومة صينية فزي ما احنا شايفين لما ترجمت الكلام هنا بيقولك خمسة ضد خمسة هو الاختبار هنا بتقولك ان بيتم اختبار خمسة ضد خمسة ومع ذلك قال ببولا انه اذا اعجب الناس فيمكنهم تركه يعني بمعنى اصح اللعبة لو شافت النمود خمسة ضد خمسة هيعجب الناس هيسبوه لكن ما يقلك الفريق هو انه يجب ان يتم تنفيذ الامر بشكل جيد للغاية حتى لا يصبح الامر فوضويا يعني بمعنى اصح اللعبة زي ما قلتلكو في فيديو قديم انا نزلته قبل كده لما اتكلمت عن المود بتاع خمسة ضد خمسة لما كان في سكواب باسترز الصينية في ناس قالت ان المود ده صعب انه ينزل وانا اكدتلكو انه هو لازم ينزل عشان خاطر مش ينفع ان نلعب طول حياتنا سولو فانا قلتلكو ان بيتم التعديل في المود من قبل الفريق عشان خاطر ممكن يقابلوا مشاكل او عيوب كتير ان يتواجههم فهم مش عايزين المشكلة تكون عامة ع الجميع يعني بمعنى صح خايفين ينزلوا المود ويطلع في عيوب او مشاكل كتير او في لاج او في جلتشات او في بق جاد ييجي بعد كده اللاعبين يشتكوا منها ويلقوا الموضوع صعب ان هم يعالجوه في نفس الوقت المفروض ان هم يكونوا بيتوروا من اللعبة فهم بيجربوا الفكرة الاول وبعد كده هيتم نزولها رسمي في اللعبة العالمية مفيش خلاص صينية هي تقفلت من بدري فبالتالي زي ما قلتلكو الخبر بقى مؤكد من بولة هم بيجربوه وهيتم نزوله لو عجب الناس هيتساب لو لقوا ان في مشاكل وناس كتير اشتكت منه زي مودات قبل كده تلغيك كتير هيتم الغاءه وده هيكون مود يعني بمعنى اصح زي مود السندي الاستثنائية او مود الغلان او مود منجم الجواهر هيبقى مود زي المودات اللي احنا بننزل فيها بمعنى اصح زي المود بتاع البودلاء هيبقى مود مش هتقدر ان انت تختاره تنزله كل مرة هيبقى انت وحظك بمعنى اصح وممكن ينزل معاك بوتات وممكن ينزل معاك ناس اقوية فانت ونصيبة ويلا بينا على الموضوع اللي بعد وزي هم احنا شايفين برضا اخوات النقطة اللي بعدية في تسريب عن مهمات هيتم نزولها عن كل شخصية ويه بمجرد ما بتخلص المهمات اللي مطلوبة بكل شخصية بتاخد مية قرص نجوم وبتاخد اموجي خاص بالشخصية اللي انت بتعمل بها المهمة ده موضوع هيكون مهم جدا هيكون عن الشخصيات الشائعة والشخصيات النادرة والشخصيات الاستثنائية كل شخصية هيكون لها مهمات معاينة تقدر ان انت تخلصها وكل شخصية هتخلص مهمتها هتاخد مية قرص نجوم يعني كل خمس شخصيات تخش تفتح فتحة من صندوق النجوم فده هيساعدك ان انت تقدر تطور الشخصيات اسرع واسرع وتقدر ان انت توصل حسابك ماكس باسهل طريقة وفي نفس الوقت هتحصل على اموجيات فري مش هتتعف فيها ومش هتشتريها بتكيتات ولا هتاخدها من جواس حاجة زي السيزون او زي بمعنى اصح البريميوم باس انت مش هتاخد اي حاجة هيكون كله فري مش هتدفع حاجة بس هي هتاخد وقت عشان هتكون المهمات دي صعبة بمعنى اصح فخلونا نشوف النقطة اللي بعديها ويلا بينا اخواتي وزي ما احنا شايفين برضا اخواتي الموضوع ده انا صربته لكو وزي ما احنا شايفين اخواتي الموضوع ده انا قلته لكو قبل كده الصورة دي منقولة اخواتي للعلم عشان نبقى عارفين اللي سبوكي وورلد اللي هو بمعنى اصح عالم الهالوين او معرفش اسم المابة هيكون اسمها ايه بس زي ما اكدت لكم انه هيتم منزول 3 شخصيات فزي ما احنا شايفين شخصية فرانك الغنية عن التعريف في لعبة براول ستار ويه شخصية بوكو برضو الغنية عن التعريف في لعبة براول ستار ويه الشخصية الثالثة ده انا معرفش اسمه بس على ما اعتقد هو برضو في لعبة براول ستار وزي ما احنا شايفين هيكون في صندوق اسمه زبوكي شس هينزله حدث هتقدر ان انت من خلاله تفتح الشخصيات زي كل شخصيات بتنزل جديدة مع مابة جديدة مع حدث جديد وزي ما احنا شايفين اخواتي الشخصية بتاعت فرانك والشخصية الثالثة ليهم بيبي وكلاسيك وسوبر وألترا وألتيمت إنما بوكو نازل أربع نجوم فقط بيبي كلاسيك سوبر ألترا مش نزله ألتيمت لحد دلوقت أو بمعنى أصح مفيش أي تسريبات عن إن هو هينزله ألتيمت في الفترة اللي جاية ممكن يتم تحديثه بعدين زي الشخصيات اللي تم تحديثها وينزل لها الألتيمت أو اللي لسه هينزل لها الألتيمت فخلونا نشوف النقطة الأخيرة ويلا بيناقص تير والنقطة الأخيرة معنا يا أخوات إذا ما إحنا شايفين الصورة دي بتقولكو على كل الإسكنات اللي هيتم نزولها لجميع الشخصيات في لقبة سكواب باسترز إذا كانت مجانية أو إذا كانت بشحن أو إذا كانت هتنزل في أحداث ويتقدر إن انت بعد كده تشتريها بتكيتات فإذا ما إحنا شايفين الأرشار كوين أول خمس إسكنات بعد كده جاي الملك البربري بعد كده جاي بو بعد كده اللي تشاكن كولت داينمايك غرغ الجوبلن والهوغريدر الميدك الويتش وبعد كده تيجي معنا بي البريمو وماكس وبعد كده ييجي معنا مورتيس تشيلي والبوتل هيلر ومافس بام رويل كينج وييجي معنا بعد كده الويزرد وييجي معنا بعد كده الهيفي وآخيرا وليس آخرا شخصية نيتا وزيما احنا شايفين الليسكنات شكلها روعة الروعة وخرافة الخرافة ما بقى لكم الليسكنات دي صور ثابتة تخيالوا لما نكون بنلعب في جيم ويه الانيميشن بتاع الحركة بتاعتها يعني زيما احنا شايفين تاني اسكن للقرشار كوين فيه زي نار ما بقى لك لما تيجي تدرب وتلاقي نار في الأسهم بتاعتها الليسكنات بتاعها يبقى روعة جدا 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 فبكده اخواتي نكون خلصنا كل النقطة اللي انا جاي اتكلم معاكم فيها ويه بإذن الله التحديث اللي جاي هيكون تحديث قوي ويه هينزل فيه شخصيات قوية وفي نفس الوقت الشهر ده هيكون فيه أشياء كتير جيدة جدا 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 من تحفيز الناس للعب اللعبة تاني والناس هتفتح كتير من بعد التحديث اللي جاي فخلونا ننتقل لآخر نقطة نروح نفتح مع بعضينا بحظي وبحظكم صندوق النجوم ونختم الفيديو بتاعنا على السطير يلا بينا اخواتي وخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم let's go واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهيقف تسعة عشرة اربع نجوم تلاتة استثنائي نادر حلو هي كده كده بام يعتبر على تطوير الخارق فين هي بام ايه على تطوير الفائق يا ربي زي ما احنا شايفين خلاص هتوصل لي الفائق فبكده نكون وصلنا بام الماكس باذن الله احاول اوصلها في اقرب وقت ممكن وزي ما احنا شايفين اخواتي بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش اساطير لو الفيديو عجبكو متحمسين للي جاي باذن الله في اللعبة لايك على الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اشتركوا في القناة لو انتو لسه مشتركتوش وما تنسوش فعلوا زر الجرس عشان يدلكو شعر بكل فيديو جديد اساطير وما تنسوش لو لكو حد بيلعب لعبة سكواب باستر شايرول الفيديو عشان يستفد زي ما انتو استفدتو ونختم الفيديو بتاعنا بالصلاة وعالحبيب عشان قلبنا يتيب علي افضل الصلاة والسلام وربنا ينصر اخواتنا المجاهدين في فلسطين وباذن الله ربنا ينصرهم نصر مفيش بعده هزيمة باذن الله انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله اساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اساطير